الحكومة تكشف أخيراً عن تعافيها من أزمة السيولة النقدية التي عرفتها مراكز البريد عبر الوطن من خلال إجراءات ميدانية جديدة تتمثل في رفع القيمة الأخصى للأموال المسحوبة من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار جزائرية رفع قيمة السحوبات على مستوى المكاتب البريدية من 100 ألف دينار جزائري سابقاً إلى 200 ألف دينار إجراء يدخل ضمن تحسين مستوى الخدمات المعروضة للمواطنين وتحسين ظروف استقبالهم خطوة جديدة سبقتها خطوات أخرى على غرار رفع قيمة السحوبات المالية بالشبابيك الآلية من 30 ألف دينار إلى 50 ألف دينار بالإضافة إلى توسيع رزنامة دفع المعاشات من 9 أيام إلى 12 يوم بداية من منتصف الشهر قمنا بإعلان أول لرفع مستوى سقف السحوبات على مستوى الشبابيك الآلية لكانت في فترة الحجر الصحي مقدرة بـ 30 ألف دينار جزائري يومياً رفعناها إلى 50 ألف دينار جزائري أسبوع الفارط كانت أعلنت المؤسسة أنها وضعت برنامج جديد بالتنسيق مع صندوق الوطني للتقاعد برنامج لصب معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق هذا البرنامج وسعناه أكثر فأكثر بعد ما كان في 2019 يتم صب معاشات هذه الفئة في أربعة أيام في 2020 وسعناه إلى 9 أيام وكخطوة ثانية وسعناه إلى 12 يوم هذا الإجراء كان يصب بدرجة أولى يصلح هذه الفئة الهشة لتجنب الاكتظاظ والطوابير على مستوى المكاتب الباردية رغم كل هذه التسهيلات التي أقرت مؤسسة بريد الجزائر لتحسين خدماتها تبقى ثقة المواطن بوفرة سيولة نقدية طوال أيام دفع المعاشات ما يخفف الضغط على هذه المؤسسات المالية ويحمي ثلاثة ملايين متقاعد من خطر انتشار فيروس كورونا بينهم في هذه الفضاءات